مرحب بكم في هوناما سبيرو الرقاء يتجدد والحديث حول التغيرات المناخية أكيد طبعا أنه لابد أن تحدث مبادرات كثيرة دول تستنفر كل طاقتها للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واحدة من أهم الأحداث اللي حصلت يعني المبادرة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأخضر أننا في مبادرة تدخل فيها كذا دولة في مجهودات في تأثيرات اقتصادية في تأثيرات مناخية في تأثيرات اجتماعية لا شك مصر تعمل إيه في مجهوداتها في هذه المبادرة إيه المنتظر منها على المستوى الاقتصادي أيضا والبيئي يعني كل دي أسئلة أترحى على ضيفي العزيز دكتور مجد علام مستشار برنامج المناخ المناخ العالمي برحب بك دكتور مجد أهلا وسهلا أهلا وسهلا إيه المبادرة بأن شحن الناس إزاي باختصار وتفصيل في نفس الوقت هي الاقتصاد الأخضر هو المجال الجديد اللي بيتحدث عنه وبالتالي مبادرة الاقتصاد الأخضر لها شكل منوعة بنتكلم الأول على أفريقيا ودي لها أدوار كثيرة ورئيس الشخصين بيهتم بها اهتمام كبير جدا لأن أفريقيا هي زي ما بيقولوا حاضنة جمهورية مصر العربية وانت بتكلم على خمس قرات في كل قرم القرات لها النظم البيئية الخاصة بها القرى الأفريقية على الشماء لها في البحر المتوسط وعلى جنوبها في آخر المنطقة الجنوبية الاثنين بيبقى فيهم حزام أخضر يعني إيه أخضر فيه حزام مطري فيه حزام بيطلع عليه فيجتيشن انت ماشي كده على الشط تلاقي نفسك في أي حتة من أول اسكندرية لغاية السلوم طالع فيجتيشن أخضر كده له نخضر لوحده لأن الأرض دي مرتبطة بحجم الأمطار اللي سقط عليه كل ما الأمطار تزيد زي ما بيحصل كل ما بيزيد معاها الغتاء الأخضر كل ما يزيد راعي الغنم مش هقول بقى لمربي الأبقار وده ضروري ولا مربي الجميس وده ضروري فإذن هي منظومة كاملة بين اللون الأخضر اللي هو يتصل بكل ما هو بعيدا عن التلاوث إحنا بمحاول كلمة الأخضر دي يعني ضد التلاوث هو الغريب في الأمر بقى أن إحنا كقرة أفريقية إحنا أقل قرة بنسبب ضرر للمناخ وأكثر قرة بتتخذ هذه الإجراءات يعني ده من محسن الصدف يعني أنه يحصل ومش صدف يعني طبعا محسن التخطيط محسن التخطيط وفي نفس الوقت من محسن الصدف لأنه في أحزمة أمطار صحية بتنزل علينا صحية في مناطق ما بتشوفش المطر هنا ده بتبقى اسمها أراضي جفاف يعني الأراضي الجفة القاحلة والشبه القاحلة يقوم الناس تعمل إيه نتطر إحنا بقى يعني مثلا سيدة الرئيس بيجهز دلوقات أربعة مليون فدان عشان هتاخد كمية أمطار متساقطة وجزء من تحلية مياه مستخدامة لأن احنا بنتطلع حوالي 12 مليار متر مكعب من صرف اللي طالع من الزراعة الصرف ده احنا بنربوهش بقى دلوقتي بنعمله محطات تحلية محطات تحلية تعيد استخدامه لزراعة المساحة الجديدة اللي احنا بنقول عليها يعني مصر الجديدة لأربعة مليون فدان طيب المبادرة يعني خلينا نقول أهدافها إيه هل هو يعني احنا بنكافح التصحر بنكافح التغيرات المناخية إيه الأهداف الرئيسية هذا تعاون إقليمي لأن احنا بنتكلم على مبادرة خضراء كم دولة دخل فيها تقريبا تقدر تقول يعني الدول العربية معزمها ودخل فيها جزء من إقليم البحر المتوسط ودخل فيها جزء من أفريق لكن في الآخر هذه المنظومة تعيد زيادة الإنتاج الغذائي مرة أخر وبتخفف من حدة الاستيراد لكل بمعنى إيه بمعنى أن أنت عندك مساحة أكتر في الزرع ستزود أربعة مليون فدان محتاج مية فتعمل تحلية للمية دي علشان المية تبقى نسبة الملوحة قليلة بتستفيد من المناطق اللي فيها أبار وما فيهاش أنهار زي سيوة إلى أن تصلها للبحر المتوسط لغاية لما حدودنا مع ليبيا بتحتاج إلى نظم بيئية ومائية وزراعية مختلفة تماما فيه جزء من أرضنا في المناطق السياحية بيجوا مخصوص عشان الإيكو دايفينج بيجي يروح البحر الأحمر يروح البحر المتوسط ليه هو مهتم بالساحل فعايز هو هذه السواحل لها البوبوليشن الخاصة بيها لكن الجزء الخاص به حماية المناخ أنت بتخفض كل أنواع التلوث وتحولها إلى نطاق أخضر يعني تبقى السيارة سيارة كهربائية يبقى نسبة الانبعاثات التي طلعها من المصانع ومن المزارع ومن الطرق وكل الأنشطة دي تخف جدا بحيث أننا نقترب من الاقتصاد الأخضر نحن مصر دلوقتي عمل خمس شركات مع قناة السويس عشان يعمل فيها يفصل الأكسجين من الهايدروجين ياخد الهايدروجين يودي لاقتصاد أخضر اسمه الهايدروجين الأخضر وياخد المية الزرقة التي طلع من المية نفسها ويدخلها ياخد منها يعمل منها وقود جديد اسمه وقود أزرق وهذا الوقود كلمة أزرق نتيجة أنه هو جاي من المياه بيفصل هذا عن ذاك لكن في نفس الوقت بيستمر الإنتاج الغذائي في زيادة المساحات اللي مطلوبة منك مش بس إنتاج غذائي كإنتاج غذائي لكن كمان هدف منه زيادة الرقعة الزراعية مكافحة التصحر اللي هو مكاحب مكافحة التصحر وزيادة الأرض الزراعية هي بالزبط أنك بتكافح غير زراعة ملايين الأشجار غير الأشجار دلوقتي المبادرة بتاعترائيس 100 مليون شجر ولما دخل الولي العهد برضو قال هيزود الكمية دي مع السعودية وهيبقى تقريبا الجزيرة العربية مع مصر هيكملوا بعد كده مع باقي الدول العربية فيه برنامج واسع جدا لعودة الحزام الأخضر الحزام الأخضر كان بدأ أيام الدكتور طلبة والدكتور الأصاص وبدأوا من ناحية الجزائر بحيث أنه يكمل الجزيرة العربية في آخر لقاء ما بين الرئيس سيسي وولي العهد السعودي تفق على زيادة المساحات الخضراء اللي تفصص لهذا مين هيمول هذه المبادرة؟ كل الدول المشاركة؟ كل الدول المشاركة بس التمويل أكثر من المملكة السعودية ومن الجزيرة العربية وفي نفس الوقت مساهمة مصر إحنا قلنا هنساهم بالمئة مليون شجرة والمئة مليون شجرة تم تطبيق تقريبا أكثر من 38% يعني 100 مليون شجرة داخل هذه المبادرة تماما 38% تقريبا قربنا نخلصها على مدار المحافظات ومراكز المدن لو تلاحظ هتلاقي دلوقتي معظم المدن والمراكز والمحافظات بقى فيها الجزيرة الكبيرة دي اللي هي الخضراء الحديقة الخضراء وطبعا كان حصل لغة على جزء ما لما حصل مدينة نصر لكن الناس اتضح لها أن المساح الخضراء ستعاد مرة أخرى وأنا كنت فيه لقاء قريب من ثلاثة أيام مع محافظ القاهرة وراجل مهتم جدا بالنشاط الأخضر وفي زيادة للمساحات الخضراء وزار بنفسه المساحات اللي هيضاف لها الحضائق يعني إذن الإجراءات اللي في المبادرة الملايين الأشجار اللي هتزيد إن شاء الله بعد دخول السعودية زيادة الرقعة الزراعية في المنتجات الغذائية إيه كمان؟ لا فيه كثير بقى أنت بتحسن المناخ كله ما ننساش بس أن كل ده في إطار التأقلم والتخفيف فالتأقلم أن أنا أقدر أزرع مع درجة الحرارة اللي تعلى مع الجفاف اللي يعلى مع الملوحة اللي تزيد كل ده بجهز نفسي علشان ما يحصلش ضرر كبير ومباشر في حجم الحاصلات وإحنا في مصر بس 12 مليون فدان للزراعة لوحدها غير الأربعة مليون فدان اللي بيتموا حاليا الجزء الأهم في هذا الموضوع إحنا بقى بنبصله كخبراء بي أو مناخ أن كل ما أنت تزرع 12 مليون فدان شجر وأوراق ومناطق خضراء كل ما بتقلل أكاسيد الكربون وكل ما أنا أسأل أكاسيد الكربون أقدر أتقدم للهيئات الدولية في أن أنا الكربون كريديت اللي هو مقياس على تخفيف الكربون باخد قدامه تقريبا على التن 35 دولار عشان أخفضه في هذا التخفيض بقى فيه هنا بقى تلت منافع بقى فيه حاجة بتزرع بقى التحقق الغذاء في نفس الوقت ما بحرقش بقايا الأصب ولا بقايا الأعشر الرز زي ما كان بيحسس وبيحصل تدوير فيه بايو جاز بعمله غاز حيوي ما بولعش فيه إن الست الفلاحة دلوقتي بتاخد مصورة ما عندهاش بوتجاز تجيب الأنبوبة البوتجاز البوتجاز بتاعتها واصل بمصورة على مخزن صغير حطين فيه بقايا الرز اللي كنا بنحرق وبقايا الأصب اللي كان بيتحرق والبرسيم الناشف كل ده دلوقتي بقى هو بايو ماس يعني كتلة حيوية والبيو ماس ده يطلع بايو جاز غاز حي والغاز الحي هو وزيرة البيئة دلوقتي يعني تشطرت وعملت شغل مع وزيرة الزراعة يعني حقيقات بتعمله مش الست الفلاحة هي اللي هتعمله لا وزارة الزراعة يعني وزارة الست الفلاحة بتلاقي الغاز جاهز بتلاقي الغاز جاهز يعني خليط على الفاصل دكتور مجدي وهنرجع نواصل نشوف ايه التأثيرات الاقتصادية بقى يعني اللي ممكن تعود علينا من هذه المبادرة وهي ممكن تاخد كم سنة وهي ممكن تجيب أهدفها ونتائجها بسرعة ازاي بعد الفاصل بنواصل مع دكتور مجدي علام واحد من خبراء البيئة المعروفين جدا في مصر كمان والمنطقة العربية وبنتكلم على هذه المبادرة يعني محتوط لها تايم فريم محتوط لها خطة تنفيذية كم سنة نتائجها هائس نجاحه ازاي يعني كل ده احب اعرفه من حضرتك لا طبعا هي المبادرة في حد ذاتها حدث هام تمام والتنسيق فيه مع مجموعة الدول برضو خطوة مهمة جدا وفي نفس الوقت هي انقاذ وتخفيف أو تطبيق للديكربونازيشن تخفيض الحمل الكربوني وهو في نفس اللي هو عامل التغير الاكثر في المناخ في هذا الموضوع وهو اللي عمل ازمة المناخ وبقى دلوقتي كمان التقنين الدولي بيتحسب فيه خفض الانبعاثات بيساوي قد ايه ويتحول الى تمويل مالي الاقتصاد الاخضر والموجة الخضراء وخصوصا اذا كانت تخص عدة دول هي الوسيلة الرئيسية لتخفيف حجم الغلاف الجوي اللي حاصل فيه احتباس حراري والاحتباس الحراري هو ازمة البيئة والعالم في الفترة القادمة واحنا بنقول يا ريت في عشرين خمسين ما نعديش الواحد ونص درجة لان احنا بنقيس سطح الكرة الارضية مش بنقيس الهواء احنا لازم نقيس سطح الكرة الارضية السخونة بتاعتها وصلت فين احنا وصلنا كامل احنا واحد وواحد من عشرة وخايفين نوصل لواحد ونص عشرين خمسين اوكي لو احنا وصلنا عشرين خمسين واحد ونص برضو هتبقى نقدر نتعامل معاه لكن لو بعد كده هايبقى صعب جدا وهتشوف بقى مناخ مختلف اوكي عن سؤال ملح في الحتة دي دكتور مجدي يعني هو دلوقتي يعني هذه المجهودات دون ان تتخذ الدول الصناعية والدول اللي بتتسبب باكتر من 40% سواء الصين ولا المانيا ولا اي دول بتتسبب في التغيرات المناخية دي يعني هيأثر تأثير كبير ولا لازم هم كمان يبقى في شراكة معانا في القصة دي هذه الحقيقة الازمة الحقيقية يعني لانه احنا لما بنقول احنا وصلنا كوب سبعة وعشرين وكوب تمانية وعشرين في الامارات سبعة وعشرين في مصر وتمانية وعشرين في الامارات ودخلين في تسعة وعشرين في ازروفجان والسندوق الخاص بالخسائر والاضرار يعني ضعيف جدا مازال التمويل اللي مطلوبه رغم انه السنة اللي فاتت اصرينا ونادينا بشكل كبير ان يزيد وكان فيه امال واحلام عريضة جدا لكن للأسف يعني مازال التمويل ضعيف جزء اخر طبعا لازم لا ننكر حجم الاضطرابات اللي شايفينه والاسابين شايفين فيه الشكل الاسرائيلي في العالم عموما وعملين ايه في كذا دولة صحيح على فكرة المقذوفات دي وهذا الحجم من النيران المستخدمة ده تلوث اخطئ طبعا لانك بتجرب فيه كل انواع السلاح الجديد فده تلوث فوق التلوث يعني ده غير بقى حركة النقل وحركة الدخان والفحم والبترول والمزوت وكل ده كوم ويكون بقى انك تستخدم ما حدث من هذا التوحش من الجماعة بتوع اسرائيل في التعامل مع هذه المنطقة الجزء الاخر يتعلق بانه ما بقاش فيه حاجة اسمها انامالي يعني الفرد هو المسؤول رقم واحد وحنا كل بنطلب من الفرد ازرع شجرة قدام البيت وربعتاش الشجرة لدور الفرد بس انا بتكلم دلوقتي على سؤالي بالتحديد اللي عايزة عيده على حضرتك دون مساهمة الدول المتسببة في النسبة الاجبارة للتغيرات المناخية هل ستجدي مثل هذه المبادرات؟ لا طبعا يعني مسلا ما قبلش يعني دولة زي انجلترا التبرعت لأفريقيا بخمستاشر مليون سترلين خمستاشر مليون سترلين ده انجلترا وفرنسا خدوا كل موارد العالم على مدار متين سنة يعني كل الهند والصين وكل ده كانوا محتلين تحت انجلترا وفرنسا يعني فانت يعني ايه يعني تيجي عشة مليون دولار مش مساهماتهم المالية بس كمان هل هم كمان عليهم انه هم يعني يشوفوا حل في مسألة الصناعة التي تسبب برضو تغيرات المناخية؟ هو القرار كان واضح يعني صندوق تعويض الخسائر والأضرار ده اتعاملوا ووفقوا عليه كل الدول بما فيها الدول الصناعية انهم استغربين في البطء اللي بيتم وفي القصور اللي في التمويل بيستخدموا فيه يعني لا يجوز ولا يليق انه حجم دول عشرين دولة صناعية العشرين دولة الصناعية دول لما بيكتمعوا مع بعض ما يخصصوش كل مرة عشرة في المية زيادة من التمويل للأضرار اللي وقعت على اللي هي لا تشك الحية عندهم كمان خالص ففي حاجات يعني مثلا تستغرب يعني مثلا احنا 35% من المساحات الخضراء على سطح الكرة الأرضية يتحرق يتقطع يتولع فيه كذا محدش فكر ان ال 35% دي بينقذوا البشرية محدش فكر اساسا ان البحر المتوسط يعتبر بحيرة وليس بحرا يعني لانه يعتبر بحيرة مغلقة وانه عليه 40 دولة بتطلع عليه تلوس طب هيروح البحر المتوسط انت عشان تحلي المتحلية دي عندك عايز تتكلف مليارات وفي نفس الوقت لو انت انطلقت إلى المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي نظم حتى الإدارة بتاعتها نسبة الأسيديك الحميضية في المحيط الهادي زادت وفي المحيط الأطلنطي زادت لانه حجم الانبعاثات اني يقولك في الهوى دي مفيش في الهوى ده المركب وهي ماشية بدخان والعربية جنب المحر بدخان والطيارة بدخان واللي بيحرق في العرب وكل الكربون ده أكاسيد الكربون وأكاسيد الكابريت وأكاسيد النيتروجين هي التي تدمر العالم حاليا طيب هل المبادرة داخل فيها يعني فضلا عن الزراعة أو فضلا عن التشجير يعني داخل فيها حضرتك أكولتري لازم تبقى فيه استراتيجية كاملة يعني موضوع السيارات الكهربائية داخل فيها طبعا الطاقة المتجددة داخل فيها كل ده لو دلوقتي محطات البنزين برضه عشان نديلهم حاوم وانت ماشي هتلاقي في كل محطة مصورة صغيرة كده هزي المصورة ينزل واحد زيال الباشا يوصل الالكتريك بتاعه بطارية فقط فانت عربيتك ماشي ما فيهاش موتور اللي هي العربية الكربائية انت بتشحن أيوة بتشحن البطارية بتاعتك من أول طريق مصي اسكندرية دي وصل لك لغاية اسكندرية وانت ما طلعتش زير وتلوث ولا ايميشنزي طلعت منها واحنا لازم بصراحة نتم بحكية العربات الكهربائية في الفترة دي لا بسيبقى ليها انتشار لا علشان برضو يعني أسعار البنزين فاحنا بنتكلم بقى ها دي نقطة مهمة ها دي نقطة مهمة ان احنا لو احنا قدرنا نعمل بديل ده الناس هتجلت برضو حلول لا وبدأ ليه انتشار دلوقتي فيه على فكرة تتلاقي كتير وانت ماشي على الطريق الصحراوي هتلاقي فيه اهتمام كتير جدا لانه بانضف تمام واريح في كل حاجة ومش كل شوية بقى ايه لحدها العربية بازت وده هي حتة بطارية ولا فيه بقى لشكمان ولا فيه موتور ولا هات عم محمد يصلح مش عارف لا خلاص ده بيعملوا الفيش في البيوت خلاص ده أبرى البيت ومحطوط الفيشة وعمل فيها طيب هرجع برضو بيقولولي فاصل لكن انا عندي سؤال كنت عايزة اسأله بعد الفاصل اللي فات اللي هو التأثيرات الاقتصادية على المجتمعات او على الدول اللي دخلها في هذه المبادرة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر هتبقى ايه يعني سواء اه بنتكلم على الاقتصاد او اجتماعي وبعدين نتكلم على دور الفرد ان ده مهم لحضرتك يعني اللي يبدو طبعا يعني لكم لستاذا مشاهدين انه الموضوع تخصصي او لا يعني احنا جماعة عايشين على الكرة الارضة ده ده كوكب صغير على فكرة ضمن الكواكب اللي موجودة في الدنيا لكن كوكب خطير جدا احنا يعيش عليه الانسان وكل واحد يساهم اجابا او سلبا في هذا التغير المناخي ثم من فرد الى دولة ومن دولة الى امم الى قرات الى اخره فالموضوع يعني يهم يهم كثير الانسان اللي عايش على الكرة الارضية خليني اخد اجابة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات او على الدول اللي يدخل في هذه المبادرة هو اولا فكرة التحالف والتكامل مهمة جدا تمام لانه اتضح للجميع ان ما فيش حد هيقدر لوحده يعمل كل حاجة صحيح لازم انا هبقى شاطر في النجارة ويبقى جاري في الزجاج واللي بعد منه في الحديد فلابد من التكامل يعني حتة انا الوحدي من الصعب حتى امريكا نفسها ولو بنتكلم على روسيا نفسها وعلى الصين نفسها على عمليقة الصناعة يعني لازم هتكتلات مني في حالة يعني حتى الصخرة في صخرة عندي مش عندك هتيجي تاخدها مني والتاني برضو نفس الحكاية فما فيش حاجة اسمها دولة الوحدة يعني هذا الكلام كان قديم بقى من زمن الامبراطوريات ما بقاش هذا الكلام موجود حاليا صحيح ثانيا انت لو انت عندك خمسة وستين وخمسة وسبعين وده لا يمكن يعني ده كلام خيالي ان انت احتياجاتك كلها من الصعب ان انت تعدل خمسين في المية يعني اتفق ان ممكن يبقى مصادرك خمسين في المية تكتفي ذاتين لكن خمسين في المية كمان لا من الصعب ليه لان حاجة هتبقى موجودة عند الدولة الفلانية وده عنده الإزاز وده عنده ستيل وده عنده كذا فلابد ان نتكامل وفكرة العشرين دولة الصناعية العشرين دولة الصناعية دول هم اولا الملوسون الكبار وفي نفس الوقت هم اللي يقدروا يحلوا المشكلة وهم اللي عندهم الفلوس وانا بتكلم بمنتهى الوضوح صحيح وانت عندك التمويل وعندك التكنولوجيا وعندك المان باور وحتى كل الناس بتوع الشاطرين راحوا عندك يعني كل واحد يطلع عندنا متميز يقولوا يجي عندنا فاخدوا كل الخبر اللي عندنا واخدوا الريسورس واخنا بنقول لهم طب بس ايه يعني فتكروا ساعدوا في الموضوع في دول اسمها أفريقية خلاص آسيا نجحت وعملت شغلها ويعني وخلاص عدوا يعني من اليابان من الصين عدوا جنوب شرق آسيا وآسيا عدوا فبقت أفريقيا اللي فضلة وامريكا اللاتينية عدت جزء منها كبير لكن طبعا عشان غابت حض نهر الأمازون واخيره وإحنا كلنا كخبراء بيقى زعلانين إنه سايد يعني مسؤول البرازيل قطع هذا الحجم من أشجار الحقيقة تشكل رئة تخيل إن احنا معرفناش السبع سنوات عجاف بتوع التصحر إلا بعد ما تعلمنا وعلمونا يا ستزتنا إن دي سببها قطع غابات حوض نهر الأمازون أكسف غابات في تاريخ الكرة الأرضية وعلى سطح الكرة الأرضية يعني جاء أحدهم ورح شايل كل حوض نهر الأمازون ده بشجره ومولع به ولا نحاعمل جنات الأرض يعني عشان بس لما الناس يقولك هو المناخ بازلي لأ بازع عشان كده وبازع عشان كترة سيارات وكرة الطائرات وكترة أفران الفرن العالي وإنت بتحرق هنا فرن بسبعمائة درجة يقول له لأ ده أنا أحرق فرن بسبعمائة درجة هو الإنسان لما بيدخل فهي حاجة عملها ربنا بيبوازها بيضمرها طيب سؤالي برضو عشان ألحق الفرد يعني هل إحنا تأثير هيبقى فيه تأثيرات اقتصادية علينا على الدول الأخرى من خلال المبادرة دي كل تجمع دولي يفيد يفيد ولذلك مصر لو تلاحظ توجهات سادة الرئيس هتلاقي ما فيش تجمع من التجمعات الاثناشر الكبار إلا ومصر مشاركة فيه ولولا رئيس سيسي كان عنده الاحتفالية بتاعتنا بحارب أكتوبر كان هو فعلا مخطط راحبعت رئيس الوزراء للصين علشان عشرين دولة على رأسهم الصين وما أدرك ما الصين دلوقتي يعني عدت والعلاقة ممتازة جدا مع مصر وستكون الصين أحد المداخل الرئيسية لنا في دعم الاقتصاد المصري وانت صحيح مراكبهم بتعدي معانا والصيانة صحيحات كتير بنعمل معانا ونتبادل في التكنولوجيا المشروع هنا كمان مشروعات كتيرة جدا للصين فده على فكرة يزم تحسبه من الاقتصاد الأخطاء لأنه كله دلوقتي داخل عشان يعمل كلين تكنولوجيا يفكرني دكتور مجدي التعاون الأفراد بقى في الآخر بالمشهد اللي كنا بنشوفه في أحياءنا الجميلة الشعبية إن لو حصل لقدر الله حريق تراقي واحد بيسلم واحد جرد المية لغاية ما يوصل لمكان الحريق ويطفيها يعني معنى كده إنه الفرد هنا مهم جدا حتى لو بنتكلم على كرة أرضية لأ دور الفرد أنا أعمل إيه كمواطن يزرع 14 شجرة في كل شارع في كل شارع 14 شجرة دول يمتصوا انبعاثات السيارة بتاعتها يعني كل شارع مجموعة السكان تزرع 14 شجرة كل 14 شجرة يمتصوا ملوسات العربية فلو أنت الشارع في عشر عربيات كل اللي هتعمل وكل واحد فيكو يشتري 14 شجرة فكأنك ما طلعتش تلوث من الشكمان بتاعك أظن طلب يعني بسيط جدا وأنا طلبت على فكرة نجحت في كذا دولة إنه هو هو بشتري العربية وبشتري العربية يقول له لو سمح ازرع 14 شجرة عشان عربيتك وانت رايح وانت جايت تمتص الشجرة هذه الملوسات دكتور مجد علام مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير في قلبي أنا بشكرك شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة وعلى هذا اللقاء مسألة تحتاج زي ما بيبقى فيه تضافر ومبادرات بين الدول برضو يبقى فيه تضافر ومبادرات بين الشعوب يعني خلاني نفتكر يوميات ونيس يعني الفنان محمد صفحي كان بيعمل ده من 20 سنة ويدي تعليم الحقيقة يعني الكلام ده النهاردة إحنا محتاجينه وبشكل ملحي جدا لأنه ده مستقبلك ده مستقبل ولادك ده مستقبل أحفادك أوعى تقول أنه أنا هعمل إيه لا 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 خالص يعني أنا وإنت وهو وهي كلنا هنقدر نعمل حاجة للتغيرات المناخية اللي منواجهها احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة